في بودرة بعد بشكلها ملح الفترة محدودة قدلوا عسل اللي من بره نفس فكرة اللي في الجيلكسي اهلا وسهلا بكم جميعا ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب فيديو اليوم رح يكون ان نجرب المنتجات الجديدة من شركات مختلفة تكون موجودة في السيبر ماركت يعني ليز ايش اخر شي نزلو المراعي جيلكسي الشركات هذي المعروفة بالحلويات شبسات بطاطسات كل شي لذيذ رح نجرب جديده اليوم باذن الله طبعا رحت السيبر ماركت فيه اشياء ناجبتها منول فيه اشياء كل ما اشوفها اجمعها اللي حاولت اجمع لكم اشياء اكيد احسا غريبة نكهات اول مرة اشوفها فيالله نجربها مع بعض قلوني ابدأ افتح هان اوكي شش داخلها شايفين نفس الضرب نفس الضرب داخلها مكرونة ميني مرس عن نونة زي حقة الاطفال تمام؟ فيه بودرة بعد بشكلها ملح مش عارفة بذوقها مالها طعم يا ولدكم ادى حافظة مالها طعم ابدا شايفين البودرة كيف حسا مرة حراقة بيتني حطيت نصها وجربت لاني فعليا ابي اكلها لونها كده برتقالي برتقالي اكثر من البرتقالي نفسه لونها مرة برتقالي بيتنا 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 دعونا نبدأ نجرب اول شي اشوف اكثر شتس حمسني دعونا اذوق البلسم لاني قلت لكم لفترة محدودة نكهة هتوقع اشياء ترويجية لكاس العالم نكهات كده طعمه حلو لذيذ النكهة حلوة الخلطات حلوة يعني تخلي بلسمك وزيت الزيتون طلع حلو خلي بلسمك ما ذكته اعرف طعم خلي بلسمك ما حسني ذكته تمام اللي كان واضح اكثر ليس زيت الزيتون كان وزيتون تعفون بعض الزيتون اللي يكون بزيتون وزعتر بنفس طعم زيتون اوكي بس لاحظ علي حاجة انه ما يحمس تكملونه فهمتو الشبسات بالعادة ده فتحتوه ما تموت توقفون هذا عادي جدا حلو توليفته حلو طعم وحلو عطيه سبع من عشرة لانه ما حسنه محمسني ارجع اشتري مرة ثانية خرد الوطحينة نجربها وشكله بسم الله بسم الله واو طعم جنن بس مش خردل اوه عسل خردل انا قلت طحينة انا قلت طحينة كان قلت طحينة خردل وعسل واو طعم جنن طعم جنن بس مش شبس تعرفون باسكن روبينز عندهم نكهة كثير اعشقها ايس كريم اسمها كوتن كاندي اللونها البنفسجي كوتن كاندي طعمها مو عسل مو خردل مرة لذيذ اعطيه عشرة من عشرة تامر وطحينة من تسالي اف الريحة ماتحمس الريحة ابدا ماتحمس الكمية قليلة يتسالي ممكن عشان نوعية البطالتس كده نحيف مرة بسم الله لا ابدا لا اوه السلام الله مو حلوة مرة مو حلوة ما فيها طعم يعني طحينة وتامور او طعم حالي تامور مفوض تكون شوية حلاوة طعمها طعمها سمسمية مبروبة تعرفون سمسمية قديمة سمسمية من تحت تاريخها سمسمية نحيفة هذيك رفتوها نفسك يا طعم سرح اعطيه كم والله صفر من عشرة ما عجب ليه اوكي جينا الليز بسم الله انك هذي سالصة كريمة الثوم احسر تطلع حلوة ما يديش اشياء الموالح او الحوامض او بصر ثوم في الشبسات تطلع حلوة بسم الله حلو بس مش واضحة الثوم تعرفون الليز جبنة فرنسية يعني شوية بدي بان طعم الثوم بس اقرب شي لليز جبنة فرنسية هذا لامانة اعطيه سبع من عشرة حلو يعني بس مش طعم وصادم انه شي جديد او نازل من الاربع عشبسات هذي ياخد عندي المركز الاول هذا ليز اللي بالخردل والعسل طعم ويجنن مرة حلو لو انه من المفضلاتي الحالية يصير هو الاساسي عندي اوكي ناخد بريك ناخد عصيرات عصير المراعي خواكب شكا ومانجو ما ادري يحس المراعي ملك العصيرات في اكيد الطحول بسم الله عرفتوا دناو كأنكم تشربوا دناو الازرق مرة لذيذ مرة حلو بسم الله وحس اوفر من دناو دناو الصغير يمكن بريالين من الله ما ادري كم ومرة صغير اللي ورقة اللي كرتوني عرفتوا هذا حس كميته كميرة وحلوة الحين حمضيات ريفريش مشكلة بسم الله استغفر الله ايوه مرة سيئ مرة سيئ اذا قلتكم حمضيات مشكلة للمون غريب فروت برتوقال ما تتخيلون تتخيلون شي حامض وتتخيلون المشروب يكون خفيف صح هذا صح تعرفون دناو كيف ثقيل كانوا مخلطوا بحليب هذا زي كذا هذا بعد ثقيل كانوا مخلوطوا بلبن او حليب والليمون ما يصلح له الليمون لازم خفيف تبلعونه كذا خفيف بالنسبة لي ألذ عصير ليمون ما ديتعفونه ولا لا هو مشهور عندنا في الحسنة شركة الري اللي زي الأكواب بلاستيك يوه يجنن ألذ عصير ليمون جاوك في الكبكيك راح نبدأ منكهة الهيل ماذا شكلها بما أنها هيل أحس حتي الديزاين اللي باره الكرتون سائر كذا شيء شعبي ولا يتهيئ لي ايوه حتي الكيس لاحظتوا حتي الكيس مزيدين وبأشياء كذا تراثية بسم الله ريحة جمال الجمال ريحة حلوة شعبين محبات الهيل محبات الهيل حتى أمتح داخل حسنا طعمها مرة حلوة جدا حلوة بسم الله كم سعرها مرة حلوة بس أحسها تستاهل مصر ريال إذا كانت بريال بازعل بازعل وما أخذها مرة ثانية لأنها مرة صغيرة بس طعمها جدا حلوة طعم هيل هيل واضح والكبكيك نفسها كده ترفى ومش بايت طعمها طعمها مرة حلوة حسنا طعم الزعفران شوفوا أصلا من قبل ما أكلها كيف تحسون فيها نداوة عرفتوا قصتي تحسونها كده ترفى وكده ندية ما شاء الله بسم الله بس مش ريحتها الزعفران بس أوكي حلوة بس طعم الزعفران م مرة واضح يلا ثانية لقمة بديت أشعر بالزعفران الهيل واضحة من أول ما تذوقونها حتى قمت تنضغونها وتتحسون بالهيل كده واضح طعمها الزعفران حلوة لديها بس ما ما اشتريها هذي عطيها عشرة من عشرة هذي عطيها خمسة من عشرة أوكي جدور هذا اللي شاك كانوا قديم مادر ليه تحسون كده انه في بارات شو طعمه هذا في شي لا حطه طعم الحراق حلو مو مرة نار نار مو مرة بارد حلوة الوزنية حقة الحراق بس لاحظت في شي انه الشركة هذي الفول السوداني اللي تسوي ليه مش حراق طعم الفول السوداني مرة حلوة كأنه المكسرات او الفول السوداني اللي عندهم اللي قديمة او تغير طعمها حطوا عليه بهار عشان يضيع طعمه يضيع طعم المنتج نفسه احس نوعية وجودة الفول السوداني اللي في هذي مش حلوة ما عجبت ليه احس كنه قديم كان يقل شي قديم اوكي و جاء دور نشرب هذا هذا الشركة انا ما عرفها اسمها دندنة مشروب كركديه ما ادري اذا انتو جربته قبل كذا او انا اول مرة اشوف الشركة ما ادره جديد قديم بس انا حسيته منتج جديد بالنسبة ليه بسم الله كاتبين عليه مع سكر مضاف اوكي بغض بالنظر عن انه ما حسني بشتري كركديه من السوبر ماركت بس طعمه كركديه حقيقي نفس اللي في البيت ما احسني قد اذوق نكهات مصنعة ولا اذوق مواد حافظة كأنكم سويتوا كركديه في البيت طعمه جدا طبيعي مرة حلو احس توفقه في طريقة انا احبه بس احبه يكون بارد مرة مع ثلج واحبه يكون ما في سكر تعفون الحموضة اللي فيها هذي تلجبني خلونا نجرب الحلوين هذول خلونا نجربهم اللي مرة متحمسات الهان جدا متحمسات الهان شوفوا شوفوا تحسون انه مطاس الموية اللي فيه بسم الله الرحمن الرحيم وديبدا بالجبل هذي ممكن حراق ويسلخ لساني ومعد عرفة ميز خلونا في اللطافة هذي شايفين يمكن انا كثرت الموية بس اوكي الفكرة المكرونة ذايبة ذايبة زايبة كأنكم طابخينها على النار شوفتوا الاندومي او نودلز اذا حطتوا عليه موية مغلية في الاكواب مهما يستوي ما يعطيكم هالشعور هذا لا من جد بديت اميز ليش هم مغلين سعره واضح ان العجينة حلوة عجبتني مرة حبيت العجينة تشيتوس حار نار الله يستر الله يستر شوفوا وشي لونه كيف كانتشوفون كانتشوفون مكرونة كيف ذايبة اوكي حتى الحار نار حرارته مقبولة حبيت الفكرة لو تك كبس يحسنوا نوعية الجبن يعني يخلونه افضل شوي حبيت المكرونة مكرونة فكراته حبيتها واستواءها حبيته اللي بعطيهم سبع من عشرة تمام جينا الحين بقى عندنا بس الحالي صح بس الحلويات اوكي هذي خلق اضبط الدنيا وقت الحلويات واللذاذة وجبت معايا دلة قهوة عشان نعرف نقيم حلو من غير ما كده تغطى على قلبنا كمية الحلويات تمام نصب لنا قهوة بسم الله خلوني ابدأ بهذا شوفوا كيف شكله محافظ على الشكله يعني ما تكسر بسرعة بسم الله ممممممممممممم حسناً، أعرف طعمك يا تويكس لا تدعون ما طعمه لا يوجد نكهة التويكس أبداً البسكوت التي من بره نفس فكرة التي في الجيلكسي لكن الشوكولات التي من داخل طعمها شوكولاتها تبت تصير تختيمتها كرامل حلاوة بقرة لو حلاوة بقرة سوت كاكاو هذا الكاكاو يصير كاكاوها لكن مرة يجنن حلو أنا أحب الأشياء التي في طعم حلاوة بقرة في طعم كرامل ترات استهويني هالنكات فمرة لذيذ أعطي عشرة من عشرة خليكم بها كلها عشان تشوفونها كاملة خلينا نبدأ شوفوا أكثر نكهب يبدأ فيها الحلقوم والأمانة الحلقوم يا الله لأن أنا من عشاق الحلقوم أحبها فحلقوم وجواهر جالكسي وجالكسي عفوا دائما جواهر جالكسي شو شكلها شوكولاتي عادية كأنها متغطية بأي شيء ثاني بس حنا نكتشف أنها بالحلقوم بسم الله حلوة جنة بس محسى حلقوم مو مرة حلقوم بعدين نحيفة مرة الحلقوم حلو يكون يعني شوية متعاطي حسنا شو ندوك بعدها معمول أو حلاوة أريد أن أرى الحلاوة هذي حلاوة طحينية أشكستم بحلاوة شوفوا شكلها كانها حلويات العيدة اللي حنا صغار عرفتوها الكيلو بعشرين بتلاتين نفس شكلها أبيض محشي أسود نفس حلواتنا الطفولة نفسها بسمع جبتني فيانك غريبة ماذا هي معمول شوفوا معمولة سعنونة تمام بسم الله يوه استهبلون كله كاكاو شوفوا 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 هذي كلها كاكاو طب هذي كاكاو طب المعمول وين المعمول فين يا أخوانا وين المعمول شكل معمول يعني مستغرب عندهم مشاكل غريبة أطوار بس هذي طعمها حلو تعرفون الجلكسي الأصلي اللي 6 حبات 6 شراء عرفتو الجلكسي اللي ذوبه الجلكسي العادي اللي من غير أي نكهات لا مكسرات ولا بندق ولا لوز ولا زبيب عرفتوه؟ نابس ناك ماذا باقي هذي؟ بقلاوة إذا البقلاوة ما طلعت بقلاوة بحط له 0 من 10 تقيم صراحة قاعدين يقهروني المعمول ما طلع معمول فشلون كده تصمونا معمول؟ شكل معمول هذي البقلاوة فأكيد انها ما رح تكون بقلاوة شوفوها تمام كاكاو عادي يعني عادي نفس نفس منتجات جلكسي إلى الحين الحلويات هذي حلوة تجنن عادي أشتريها مرة ثانية بس ما هي حلويات عربية يعني المعمول شوفتو شوكولاتها بس شكل معمول البقلاوة مش بقلاوة الحلاوة ماذا يعني حلاوة؟ أفهم كيف منتج حلاوة؟ الحلويات كانت نوعا ما أقرب الأشياء العربية قيمة منتج هذا كل الأمانة أعطيه 0 من 10 لماذا؟ لأنه ليس اسمه ليس نفس شكله فهمتوا قصدي؟ يعني نكهة تجنن بس أنا راح أشتري شيء عربي أبي منتجات تكون داخلها عربية ولا شيء لا المعمول فيه بسكوت توقعت المعمول يكون بسكوتة معمولة ككدة صغيرة متغطية بشوكولاتة لا شوفتوها كاكاو كلها على بعضها فعشان هم خدعون أعطيهم 0 من 10 وبس هذا تقييم المنتجات السوبر ماركت مره انبسط مره استمتعت إن شاء الله يربي عجبكم الفيديو إذا عجبكم فيديو لا تنسون حطوا لايك واشتركوا في القناة أحبكم أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله مع السلامة